اتقى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني على هامش مشاركته في الاجتماع الثاني عشر لجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقدة بمدينة أنطاليا التركية وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع برئاسة أحمد السلوم جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة وجملة من المواضيع الهادفة إلى تعزيز علاقات التعاون في المجال البرلماني بين البلدين الشقيقين وتوحيد الجهود وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية حول مختلف القضايا التي تهموا البلدين والأمة العربية وعبر البركاني عن شكره لمواقف مملكة البحرين الداعمة والمساندة للشعب اليمني ومشاركتها في التحالف العربي مشيدا بالعلاقة المتميزة بين البلدين حضر لقاء عضو مجلس النواب شوقي شمسان والقائم بأعمال السفارة اليمنية في تركيا مهدي العظام